مرحبا بكم في قناة English in 24 قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة لتتواصل بكل ما هو جديد اليوم سوف نرى من بين أهم الدروس في اللغة الإنجليزية وهو يعني كيف نسأل وكيف نجيب عندما نكون في محطة القطار وهو من بين أهم الدروس التي نحتاجها في الصفر لا تنسى مشاركة في القناة والضغط على زي اللايك للفيديو لتتواصل بكل ما هو جديد هيا لنبدأ هذه من بين أهم الفيديوهات على قناة على اليوتيوب لكن لا تنسى أن تكتب هذه العبارات لأنك ستحتاجها يوما هيا لنبدأ مثلا اتصلت بك قلت لك أين أنت أو أين أنت نقول where are you where are you where are you لاحظوا جيدا أنا في محطة القطار I'm at the train station أعد معي هذه الكلمة التي تعني محطة I'm at the train station أنا في محطة القطار I'm at the train station ماذا تفعل هناك؟ أو ماذا تفعلين هناك؟ what are you doing there what are you doing there ماذا تفعل هناك؟ what are you doing there لاحظوا جيدا أنا مسافر إلى كاليفورنيا I'm traveling لماذا أضفنا لفعل travel في الأخير آي إن جي لأنني أفعل ذلك الآن ورأينا هذا في الدروس الماضية I'm traveling to California I'm traveling to California I'm traveling to California أنا مسافرون إلى كاليفورنيا ماذا سوف تفعل هناك؟ what are you going to do there what are you going to do there what are you going to do there ماذا سوف تفعل هناك what are you going to do there لدي اجتماع I have a meeting I have a meeting I have a meeting لدي اجتماع I have a meeting لاحظوا هنا يجب أن ننتبه بشكل جيد لأنني سأشرح شيء مهم جدا في هذا الدرس لذلك لا تنسى أن تقوم بكتابة هذه التعابي لأنها مهمة لأن الكثير يقوم بالأخطاء نقول أنا في السيارة نقول I'm in the car لاحظوا جيدا استعملت I'm in the car أنا في السيارة لاحظوا جيدا هنا لم نستعمل وسوف أشرح هذا بشكل دقيق لكن قم بكتاباته أرجوكم لأنه مهم جدا أنا في الحافلة لماذا استعملنا هنا on ولا نستعمل in سأشرح هذا لاحظوا I'm on the bus نستعمل دائما on في وسائل النقل التي يمكن أن نتحرك داخلها في المثال السابق قلنا I'm in the car استعملنا in لم نستعمل on لماذا؟ لأن السيارة لا يمكن أن نتحرك داخلها يعني لا يمكن أن نتمشى أو يعني نتمشى بشكل عام يعني عندما نتحدث عن الأشياء أو عن وسائل النقل التي نتحرك داخلها نستعمل on وسوف نرى بعد الأمثلة ووسائل النقل التي لا يمكن أن نتحرك داخلها نستعمل in مثلا قلنا I'm in the car لكن في هذا المثال لاحظوا جيدا استعملنا I'm on the bus في هذا المثال أنا على متن الطائرة I'm on the plane plane لا نقول plan ننطقها plane أنا على متن الطائرة لماذا استعملنا هنا on لا نستعمل in والأغلبية ينتبهوا جيدا أغلبية يقول I'm in the plane فهي ليست صحيحة لأن الطائرة إذا فهمتم أرجوكم دعوها في التعليق وشكرا لكم نقول I'm on the plane I'm on the plane أنا على متن الطائرة لذلك قلت لكم هذا الدرس مهم قوموا بكتاباتي هذا لأنه مهم جدا لاحظوا جيدا هنا I'm on the train ها هنا نستعمل on لماذا لأن القطار يمكن أن نتحرك داخله والأغلبية يقول I'm in يعني داخل ليعتقدوا بأن in أيضا هنا on تعني على متني أو يعني داخل I'm on the train I'm on the train أنا في القطار I'm on the train لاحظوا جيدا هنا أنا على متن السافنة لا يمكن أن نستعمل in لماذا؟ لأننا يمكن أن نتحرك هنا داخل أو على متن السافنة I'm on the ship I'm on the ship أنا على متن السافنة I'm on the ship لاحظوا هنا سؤال يمكن أن يسأل داخل القطار لنعود إلى درسنا الذي هو التحدث عن محطة القطار أهلية متقديم الطعام في القطار is food served served أنتقوا هذه served أحسنتم on the train استعملنا on لأننا نتحدث عن القطار يمكن أن تحرك داخله is food served on the train is food served on the train هل يتم تقديم الطعام في القطار is food served on the train نعم يتم تقديم الطعام في القطار لاحظوا جيداً هذا السؤال هذا السؤال يطرح في محطة القطار عندما تريد أن تحصل على تذكرة يقولون لك متى ترغب أو تريد أن تسافر متى ترغب في السفر when would لاحظوا هذه الكلمة لا ننطق l would you like to travel when would you like to travel when would you like to travel متى ترغب في السفر when would you like to travel لاحظوا جيداً هنا سأسافر في نهاية الأسبوع المقبل I would travel next weekend I would travel next weekend I would travel next weekend سأسافر في نهاية الأسبوع المقبل I would travel next weekend لاحظوا جيداً هنا إلى أين تريد السفر هنا يسألك عندما تكون في شبك التذاكر أين أو إلى أين تريد السفر where would you like to travel to where would you like to travel to إلى أين تريد السفر where would you like to travel to لاحظوا أرغب في السفر إلى الولايات المتحدة أرغب في السفر إلى الولايات المتحدة I would like to travel to the US لاحظوا يغادر القطار من الرصيف تسعة عندما تأخذ هنا يعني التذكرة ويقول لك يغادر القطار من الرصيف تسعة the train leaves leaves يعني يغادر from من platform platform تعني الرصيف نقول يغادر القطار من الرصيف تسعة القطار التالي سيغادر خلال نصف ساعة هنا يقولون لك أيضا القطار الثالي سيغادر خلال نصف ساعة نقول the next the next تعني التالي the next train is leaving in a half انتبهوا جيدا هنا هذه الكلمة الأغلبية ينطقها half half يعني بحرف L لكن لا تنطق حرف L half half أعيدها half أرجوكم انتبهوا جيدا لأننا نركز أيضا على النطق نركز على النطق لذلك بعد الفيديوهات تأخذ وقتا طويلا لأن يجب علينا أن نتعلم الأشياء كما يجب علينا تعلمها نقول half hour the next train is leaving in a half hour the train is leaving in a half hour القطار الثالي سيغادر خلال نصف ساعة the train or the next train is leaving in a half hour لاحظوا جيدا هنا تأخر القطار لمدة ساعتين كيف نقولها the train is delayed انتبهوا جيدا لهذه الكلمة the delay laid لا نقول delight delayed for two hours the train is delayed for two hours تأخر القطار لمدة ساعتين the train is delayed for two hours هل يمكنني رؤية جدول الزمني من فضلك؟ هنا نسأل يعني حتى تعرف توقيت مغادرة القطار هل يمكنني رؤية الجدول الزمني للقطار مثلا من فضلك؟ can I see the timetable please can I see the timetable please can I see the timetable please هل يمكنني رؤية الجدول الزمني من فضلك؟ can I see the timetable please وهو سيقول لك ها هو كيف نقولها نقول here it is here it is here it is ها هو here it is كيف نقول هل تمانع لو جلست هناك؟ مثلا دخلت إلى القطار وتريد أن تجلس بجانب شخص وتقول له هل تمانع لو جلست هناك؟ do you mind if I sit here؟ do you mind if I sit here؟ do you mind if I sit here؟ هل تمانع لو جلست هنا؟ do you mind if I sit here؟ كيف نقول التذاكر من فضلك؟ عندما تذهب إلى شباك التذاكر وتقول للشخص الذي يوجد هناك التذاكر من فضلك tickets please tickets please tickets please التذاكر من فضلك tickets please لاحظوا جيدا هل لي أن أرى التذاكر الخاصة بك من فضلك؟ هنا عندما تكون جالسا في القطار ويأتي شخص يتفقد التذاكر يقول لك أرجوك هل لي أن أرى التذاكر الخاصة بك من فضلك؟ may انتبهوا جيدا هنا هناك من يطقها may ليست may لأنه يوجد هناك حرف a may رددها may أحسن I see see لا نقول see ولكن ننطقها طويلة قليلا ما see may I see your tickets please may I see your tickets please مثلا عندما يدخل إلى القطار يتحدث مع الجميع يقول hi may I see your tickets please هل يمكنني أن أرى التذاكر الخاصة بكم من فضلكم؟ may I see your tickets please كيف تقول؟ oh لقد فقدت تذكرتي لا تعرف أين وضعتها I've لاحظوا جيدا I've تعني I have I've lost lost تعني فقدت lost my ticket I've lost my ticket هنا I've اختصار ل I have lost إنها اختصار نقول I've lost my ticket I've lost my ticket لقد فقدت تذكرتي I've lost my ticket لاحظوا لا أستطيع العثور على تذكرتي كنت تبحث عليها أو تبحث عنها ولم تجدها I can't find my ticket I can't find my ticket I can't find my ticket لا أستطيع العثور على تذكرتي I can't find my ticket لاحظوا جيدا هنا كيف نسأل الشخص نقول له أرجوك تسأل شخص يعني بجانبك هل يتوقف هذا القطار في لوس أنجلوس؟ يعني هل يتوقف هناك؟ تقول له does لاحظوا لا يمكن أن نقول does نقول does does this train stop at لوس أنجلوس does this train stop at لوس أنجلوس؟ does this train stop at لوس أنجلوس؟ هل يتوقف هذا القطار في لوس أنجلوس؟ does this train stop at لوس أنجلوس؟ كيف نجيب نقول نعم يتوقف هناك أو نعم يتوقف في لوس أنجلوس؟ yes it stops نضيف لفعل S هنا لأنه يتحدث عندي غير العاقل ومفرد نقول it stops لا نقول it stops نعم يتوقف في لوس أنجلوس نعم يتوقف في لوس أنجلوس في أي وقت سنسل يعني ربما تأخرت والآن تسأل في أي وقت سنصل مثلا إلى المكان المحدد what time will we arrive لاحظوا الكلمة الأخيرة أو الفعل الأخير arrive لا نقول arrive لكن تنطق arrive أعيدها arrive أحسن دائما هنا أرجوكم أن نركز على النطق لأنه مهم جدا وأعتدر عن التأخير لكن مهم جدا what time will we arrive what time will we arrive في أي وقت سنصل what time will we arrive لاحظوا الجواب سنصل بعد ساعة we will arrive after an hour an hour لا ننطق حرف H في الكلمة الأخيرة نقول hour لا تنطق يعني لا تنطق وننطقها hour hour أعيدها hour أحسن we will arrive after an hour we will arrive after an hour سنصل بعد ساعة we will arrive after an hour لاحظوا جيدا هذا السؤال فإنه مهم جدا كيف نقول أين هي محطة القطار where is the train station where is the train station where is the train station أين هي محطة القطار where is the train station لاحظوا هذا السؤال مهم جدا أين مكينة التذاكر يعني تلك الآلة التي نسحب منها التذاكر أين مكينة التذاكر where is the ticket machine where is the ticket machine أين مكينة التذاكر where is the ticket machine كيف نسأل نقول أين هو مكتب التذاكر أين هو مكتب التذاكر where is the ticket office where is the ticket office where is the ticket office أين هو مكتب التذاكر where is the ticket office كيف نجيب نقول إنه هناك إنه هناك it's over there it's over there it's over there إنه هناك it's over there لاحظوا جيدا يمكن أيضا أن نجيب نقول إنها على اليمين إنها على اليمين it's on the right it's on the right it's on the right إنها على اليمين it's on the right كيف نقول أيضا إنه على اليسار يعني المكتب إنه على اليسار it's on the left it's on the left it's on the left إنه على اليسار it's on the left لاحظوا كيف أقول أريد تذكير إلى المغرب I would انتبهوا جيدا كما قلنا هنا لا يمكن أن ننطق حرف L I would like a ticket to Morocco هنا عندما تكون في مكتب التذاكر I would like a ticket to Morocco I would like a ticket to Morocco أريد تذكير إلى المغرب I would like a ticket to Morocco لاحظوا كيف يقول هل يمكنني شيراء تذكير في القطار يعني حتى تدخل إلى القطار هل يمكنني أن أشتري تذكير هنا كيف نقولها نقول Can I buy هنا في علم buy يعني أشتري Can I يعني أنا Can I buy a ticket on the train Can I buy a ticket on the train Can I buy a ticket on the train هل يمكنني شيراء تذكير في القطار Can I buy a ticket on the train لاحظوا جيدا ما هي يمكن النساء نقول ما هي أرخص وسيلة للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية What is the cheapest Cheapest تعني أرخص What is the cheapest way لن نتقوها why way to get to هنا get to تعني الوصول قد تعني arrive التي تعني الوصول أو نقول get to to the US What is the cheapest way to get to the US What is the cheapest way to get to the US ما هي أرخص وسيلة للوصول إلى الولايات المتحدة What is the cheapest way to get to the US لاحظوا كيف نقول كم تكلفت التذكرة إلى كندا هنا تسأل عن ثمن التذكرة كم تكلفت التذكرة إلى كندا How much does the ticket to Canada cost How much does the ticket to Canada cost How much does the ticket to Canada cost كم تكلفت التذكرة إلى كندا How much does the ticket to Canada cost لاحظ كيف نجيب نقول تكلف ألف دولار It costs لاحظوا الفعل هنا cost أدفنا له S لأننا نتحدث عن it يعني عن المفرد دائما كما قلنا من قبل أنه نضيف للفعل It costs One thousand dollars It costs One thousand dollars It costs One thousand dollars تكلف ألف دولار It costs One thousand dollars لاحظوا هنا ما الوقت الذي يغادر فيه القطار What time does the train leave What time does the train leave What time does the train leave ما الوقت الذي يغادر فيه القطار What time does the train leave لاحظوا جيدا هنا الإجابة نقول يغادر الساعة الثامنة It leaves لاحظوا أدفنا S لأننا نتحدث عن it وتعني القطار يمكن أن نقول هنا القطار نقول The train leaves لكن هنا عوضناه وقلنا It It leaves أرأيت يغادر الساعة الثامنة It leaves أرأيت لاحظوا هذا السؤال ما الوقت الذي يصل فيه القطار فهذا السؤال مهم جدا What time does the train arrive What time does the train arrive What time does the train arrive ما الوقت الذي يصل فيه القطار What time does the train arrive لاحظوا هنا الإجابة نقول يصل الساعة الرابعة It arrives At four It arrives at four It arrives at four يصل الساعة الرابعة It arrives at four لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بكل ما هو جديد والسلام عليكم